السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيكي حبيبي عاملين ايه? حشتوني جدا جدا. ومع اكلة جديدة. واكلة مفيدة. واكلة كلنا بنحبها. اللي هي العدس. العدس الاصفر. مش العدس ابو جبة. اللي الاسود. طبعا كلنا بنحب العدس الاصفر. او اكلة العدس عن مثل. في الشتاء بتبقى اكلة مفيدة ومدفينة. بس بصراحة يعني فيه ناس انا شفتها بتعملها بطريقة غلط جدا. او معجبتنيش. يعني فيه ناس انا شفتهم بيحط العدس صحي يعني سليم زي ما هو. ازاي انا معرفش. انا انا قررت اعملكم اكلة جديدة وجميلة وكلنا بنحبها. اللي هي العدس باللحمة. المكونات معنا النهاردة. اه طوم. طبعا طوم اه متفسص صحي زي ما انتم شايفين. اه فلفل الوان. بطاطس. اه بصل. تماطم. معنا هنا طوم اه مفروم. اه فلفل مفروم برضو. اللي كنت قلتلكم في الفيديو اللي قبل كده ازاي بنخزنه. اه عدسة اصفر. الجزر. لحمة بلدي. تمام? طيب. هنبدأ ازاي? تابعوني عشان نشوف الاكلة الجميلة بتاعت النهاردة. اللي هي العدس باللحمة. طبعا العدس باللحمة احنا مش هنسلق الخضار. يعني المتعرف عليه ان احنا بنسلق الخضار. بنضربه في الخلاط وبنحمر له الشعرية وبنتشها في وشه. تمام? انا مش هعمله كده النهاردة. انا النهاردة قلت هعمله بطريقة جديدة. حبابي بيحبوها. واللي هي ان احنا هندرب الخضار في الخلاط. واللحمة هتتشوح مع التوم ودقة الفلفل والفلفل الالوان. بواحدها بره وتنزل عليهم وتكمل سواها بس بند اللحمة الصدمة الاول وبعد كده بنزلها. تابعوني عشان اقول لكم على الجديد. يلا حطي. انا بقى مش عبت اعمامة. اهو سامير النهاردة عيساعدني. ثانية. بابا يبقى يقطع حتى دي. ورجعنا لكم تاني يا جماعة عشان اوريكم ازاي هنبدأ الخطوات بتاعتنا. طبعا احنا انا حطيتها على البوتاجاز اه حلة. فيها مية بتغلي. اه هنشوفها مع بعض دلوقتي. هي فيها انواع توابل. يعني فيها كمون. فيها بهارات لحمة. فيها فلفل اسود. فيها بابريكا. اه فيها اه اه كسبرة. نشفة. تمام? هنبدأ مع بعض دلوقتي ان احنا هنضحن العدس الاسفر في الخلوط. احنا هنبدأ مع بعض الاسفر في الخلوط. احنا هنبدأها.، الاسفر في الخلوط. ممكن تعدي هناك يا سمير. سمير واحدة. هزبوط بس الكاميرا حاطلي بس طبع. اه عشان نفضي فيه العدس اللي هو المطهون. عندي يا باب. اهلي. طبعا للعدس يا جماعة. الطحن بقى بودرة. بس العدس الاسفر بقى عامل ازاي? طحنه بقى بودر زي ما انتم شايفين? بس كده? انا ساعد بتاعيان النهاردة? اه. تماما. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. موسيقى 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 طبعاً لجماعة أنا يعني إن كمشوها ده راحتي جامد كمان في المطبخ آآ أنا طلبت من طه السراحة إن هو يعمل لي مطبخ جديد بس آآ إن شاء الله يعني هيعمله قريب وهبقى بره عشان تقول لي رأيكم إيه عشان رأيكم يهمني تمام آآ كده خلاص تحنى كمية العدس اللي عندنا اللي هي ربع كيلو عدس آآ خليناها بودر زي ما نشايفين كده تمام عشان ديها تنزل في المية المغلية مع الخضار طيب هنبدأ بقى هنجيد الشفشة تمام؟ علشان هنضرب الخضار الباقي هنضرب اللي هننزل بالتوم تمام؟ التوم الصحي مش المفروم يعني المفروم ده زي ما اتفقنا إن احنا هنحمر اللحمة فيه أولا هنضل اللحمة فيه الصدمة تمام؟ هننضل على التوم بالبزر تمام؟ وهننزل عليهم بالبصل تمام؟ تمام؟ هننزل بالمغلية تمام؟ 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 البصل زي اتنا شايفين كده مع بعض. كده نزلنا بالطوم. بالجزر. بالبصل. تمام? طبعا البصل يا جماعة انا ما اطلطوش من الاول عشان ما يصننش. بصوا انا سايبات زي. ان انا محضر الاكل بتاعي. لازم اكون اسايبات دي. علشان هي دي لو اشتارت البصل نفسه بيصنر او بيطلع ريحة مش حلوة مش لطيفة يعني. مش محببة. فانا بسيبها اه في لحد لما باجي استخدمه بشيلها. علشان اه ما يطلعش الريحة بتاعته يعني ريحة مش محببة. تمام? اخر حيطة معنا. تمام? طبعا لازم نمشي الخلاط لان زي ما انتم شايفين كله قدر يعني ماسك. هنخط له حبة مية. مش كتير بس اللي هو اللي يعني يمشي الخلاط بس عشان ايه الحاجة ما تكون افوش في التجريب. نزود له حبت مية كمية. ممكن نخفره التماطي ما تنزل عليه. قطع برضي التماطي وننزلها على الخضار اللي نزلناه. طبعا يا جماعة كل ما استعرب انا بدرب الخضار ده في الخلاط ليه? بس هو الطريقة ديت انا جربتها. يعني حابة انكم تجربوها جميلة جدا. وفي نفس الوقت ما بتاخدش وقت في السوى. اه لان انا جربته قبل كده باني انا بأسلو الخضار وبدربوه في الخلاط. بس لقيت ان الطريق احلى واسهل. وفي نفس الوقت بيدي الخضار حقه في السوى اكتر عشان كل حاجة ده ما احنا شايفين. اه مدربة في الخلاط مع بعض. تمام? هننزل بالتماطي. او ممكن اكتر مية كلها علشان برضي الخلاط ما يوقفش تاني. كتاب 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 تصداد كتاب كان كتاب كان كلها انا بالمن الحاجة كلها في الخلط. تعالوا بقى نشوف مع بعض. واحنا بننزل بالحاجة ديت على المية المغلية. طيب شايفيني على بعض يا جماعة المية طبعا غالية تهيت على البوتاجاز معها التوابل بتاعتها والحاجة بتاعتها. هننزل بالعكس البودر اللي ضربناه في الخلط. هنزل بالخليط اللي ضربناه مع بعض. الخضر. ما احنا شايفين مع بعض. تمام? بدأ يغلي. تمام? عشان يدينا مساحة. ان احنا برضو ايه? نقدر نكمل باقي الخليط مع بعض. لأ مش دلوقتي. ؟ احنا بقي المزيزيزة. مانشوفيني. ادينا بقي المزيزة. نعم. ممكن توضيلي دول على الوخانة. كده جماعة اخر حاجة معنا اللي هي البطاطس. تمام? هننزل بيها برضو في الخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم. واخر حاجة التماطم انا مخليهم علشان برضو بيمشروا الخلاط معي مع حبة الميا اللي بنخلطهم. موسيقى 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 كده يا جماعة ضربنا باقي الخضار بتاعنا كله كده احنا خلص يعني ايش محتاجين نخلط في حاجة تاني تمام? هنفضيه دلوقتي في الحلة تاني. اه هنفضيه في الحلة على البوتاجاز تاني. 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 اشتركوا في القناة كده يا جماعة نزلنا الخضار اه من موضوعات الخضار ما شاء الله كتيرة جدا فبتبقى كلها شايدة ازا ما احنا شايفين مع بعض بقصوا كل حاجة مضروبة فتخلط والمية كده يعني بيبقى معها يعني الشربة اللي انا احطاها بتبقى معها الخضار بتاعها فبتبقى ممتيزة جدا وفي نفس الوقت العدس من الاكلات الشهية جدا جدا في الشتاء كده هنسيبه مع بعض لما يستوي تمام? هنكمل بقى في ان احنا هنعمل اللحمة زي ما اتفانى مع بعض وتقمئوني عشان اوريكم الخطوة بتاعة اللحمة هتبقى عاملة ازاي? ورجعنا لكم تانية يا جماعة ودي التريقة التانية او الخطوة التانية بعد ما عملنا العدس مع بعض زي ما قلنا كده العدس بسو بسم الله ما شاء الله اهو تمام? طبعا انا مرطية المرة عليها عشان عايزة الخليط بتاعها يغلي باللحمة علشان اللحمة تتسرق. تمام? او تستوي كويس. طبعا احنا قل بعنا هنا اللي جلنا انتصف قاعتنا والمعنا على حب زيت بسيط جدا. تمام? عشان لو خطينا اللحمة على طول احنا عارفين اللحمة هتلزأ. فلازم اي حاجة اه ماشي اللحمة فيها. تمام? قطعنا اللي جلنا معنا هنا لحمة بلدي. طبعا اللحمة اه زي ما احنا شايفين مع بعض اه يعني اسمها ايه ملبسة. معلش? اه ملبسة. اه ابيض على احضر. عشان بتديد ده سامع وطعم في الاكل وفي نفس الوقت لو ابيض خامس مش هيطح. هننزل باللحمة للسجيط. تمام? انا ممكن عشان محتاجين العين القوية اكتر. فاحنا عنين اللي عدت هنا على نون هادية براكتو. تمام? ونعلل العين دي. ونشتغل عليها. ترجمة نانسي قنقر طبعا هنبدل نشوح في اللحمة كده او نلديها للصدنة طاعتها لحد ما تغير لونها. وتدي لون البني الداكن شوية او الغامل. تمام? عشان يبقى اه اللحمة نفسها مكة نفسها في العقس وفي نفس الوقت تمدية لون حلف. اللي هو اللون البني لما اللحمة بتنزل بالطريقة دي. بصوا. انا بحب الاكلات اللي هي الغريبة شوية او الاكلات الجديدة دايما عشان احنا متعودين على الاكل المعتاد والاكل المعتاد بصراحة انا يعني اه زهيتي منه. فانا بحب اقدم انا انا زي ما قلت لكم قبل كده. ما عارفش انت خدت بالكم ولا لأ. انا عربوية. فبحب اقدم الاكل اللي هو اللي مموعة المتوري او الاكل العربوي بتاعنا. اللي هو ان ببقى فيه حاجات غريبة شوية او جديدة عن الاكل العادي. بصوا اقدم بالكم لونها بدأ يغير ازاي? اللحمة طبعا زي ما احنا شايفين اه بدأت تنزل المية بتاعتها. فاحنا هنسفها لحد لما المية دي اتصفي خالص. المية بتاعتها ايه? طبعا انا غسلها كويس. جايبها من جزار نذيف. اللحمة بلدي جميلة. ما شاء الله راحتها جميلة جدا. وبمناسبة اللحمة اللي هديكم معلومة مفيدة جدا عن اللحمة اللي هي اللي يعني بيجيبها من الجزار وبينجمدها في الفريزر. طبعا دي انا جايبها طوزة. آآ في طبعا عادي يعني طبيعيا ان احنا ممكن نجيب لحمة ونخزنها في الفريزر. بس الصح بتاعها ان هي لما تخرج من الفريزر ما ينفعش ان احنا نحطها في مية. عشان تفوق. لان لما بنحطها في مية اللحمة بتبقد الغيزة بتاعها او الدسامة بتاعتها. فهو الصح ان نخرجها قبل ما نحتاجها او نشتغل بيها بفترة. يعني لو مسلا هتعمليها آآ على غدا اجي من قبلها بيوم بالليل. واسبها على الرخامة او في الحلة. لحد لما آآ تفوق براحتها خالص. هتلاقيها طريقة وطوزة كأنك لسه جايبها من الجزار. بتشتغل بيها. لان اللحمة اللي بتتحط في مية ديت بتبقد الغيزة بتاعها. والدسامة بتاعتها بتنزل في المية. لعلة بقى لو هتجيبها طوزة بتشتغل بيها على طول ما فيش مشكلة. يعني اوكين بتنقعها في المية شوية عشان تندق. وبعد كده لسه مش كتير يعني عشر دقيقة او حاجة. وبعد كده بتشتغل فيها وتقطعها وتستقديمها على حسب اللي اللي تم ديك لات. تمام? شايفين يا جمعة معايا اللحمة بيتعمل ازايك? لونها بدأ يغير. يرمق. وفي نفس الوقت اللحمة معايا ما يعني ما 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 كشتش. تمام? اللحمة كده بدأت تحمر معايا اهي? وبعدين بالكم. تمام? هننزل عليها بالااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا قدهم بالزبط نفس المقدر فلفل مفلوم. هنبدأ نشوح بقى اللحمة مع الفلفل ومع الطوم. بتدي ريحة رائعة جدا. بص بدأ اللحمة تدخل في الطوم والفلفل. ورحتها مولكوش عاملة ازاي جميلة جدا. بص بقيتها عاملة ازاي? شكلها بقى شهي فعلا. طبعا احنا كل ده سايدين العدس بيغلي على البتاجاز. لازم ياخد غلوته كاملة علشان الخضار اللي احنا حطناه او اللي ضربناك الخلاط يستوي. راحة الطوم والفلفل اه طلعة بتستوي خلاص. بتخمر مع اللحمة جميلة جدا جدا راحة ها تحطة ما اقولكوش عاملة ازاي? بس الشكل بعمل ازاي? وكده بتحمر الفلفل خلاص اه تحمر مع اللحمة. الفلفل والطوم. الفلفل والطوم دولهم استخدمات كتيرا جدا في الاكل وبيضي له راحة وطعم جميل جدا. وانا اقولت لكم قبل كده تعريبا على طريق تخزين الفلفل والطوم. خلاص كده هوا تحمل. تمام? شوحنا وفو بعض كوي. هننزل عليهم باخر حاجة الفلفل الالوان. الفلفل الالوان زي ما احنا عادفين كلنا ان هو مفيد جدا. وفي نسبة غزة عالية جدا 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 لنا والاقصالنا. وبيدي شكل جمالي في الاكل في وقتها. هننزل بالفلفل. فلفل اخضر اه واصكر واحمر. يعني العلوان كلها هنجبتها بتراحة بحمد لله لائة متوفرة في النهاردة. كمان? هنقلت كل جمعة بعضه. بص ما شاء الله هو اكبر شكل كلسة الالوان مع النحمة. صحفة حاجة كده جميلة. طبعا كنتو مش متخيلين ان انا بعمل عكس. لان ما حدث بيعمل الطريقة ديت. بس زي ما اوصلكم السرقة ديت عربوية. وان شاء الله هتعجبكم. وحدة جديدة يعني العدف الجديد صحي اه مش هلو يعني. انا اسمع ان العدف الصحي ده فعلا بجد مش بهرج يعني دي. يعني دي. يعني دي. يعني في الجيش. فانا استغرفت لما قلت اقلت الفيديوهات كده. اشوف يتفرض على على طريقة عدف جديدة مثلا او مختلفة عن السرق بتاعتي. تلقيت العدف يعني بيعملوه صحي. ازاي انا مش فهمة. بس عادي كل الشيخ وليو طريقة زي ما بيقولو. تمام كده بعد ما قطعنا الفلف اللي هو الشرايف ضغيره. بنتشوحه مع اللحمة والفلفل والتوم. الفلفل اللي هو المفروم الاحمر. بص لون اللحمة بس طبعا اللحمة احنا كل انا عارفين كده اللي ايه مستويتش. هي اللحمة الفويرة بس ايه? اه بتاع يعني ما بتاخدش سوى جامد بس برضو انا بحب الحاجة مستوية على يعني مستوية افتر. فطبعا ايه? هنكمل سواها لسه لما تنزل على آآ حل طبعا اللي يشوفها كده يقول انها شاورمة. آآ بصراحة اكلة مفيدة وبتفتح النفس وجاملة جدا. وفيها نسبة غزة عالية جدا. من كان خضار او فلفل الوان او اللحم. آآ ممكن نعملها بنفس الطريقة دي بس آآ بتبقى معها الفراخ. قطعة الفراخ اللي هي هزور الفراخ. ان شاء الله هعملها لكم في فيديو تاني وهورها لكم. ان شاء الله هعمل لكم كل حاجة جديدة وتفتح النفس ان شاء الله. تمام? تنزبها كده حوالي بالزبط يعني مش كتير. يعني كامل زي مبارد بس ما اللي بكلفل يدبر شوية. اللي بكلفل بدأ خلاص كل يتخمر في قلب بعضه. بس اتغيرها صوية ولا ايه? بيجي. خلاص كده الففل بدأ بنزل الوان بتاعت ايه? شايتنه معي يا جماعي. ايه? فخلاص كده الفلفل كمان دبل. نبقى الصحني. تمام? هننزل بقى بكل دوات على فين? على العس. بلوكم محلة العس كمان قريبة من الكاميرا. تمام? بصوا شكل العس بها عامل ازاي? خلاص كده بيغلي. هننزل بالنحمة اللي عملناها بالفلفل. على العس. تمام? وهنقلبهم ونسيبهم لما يستور بعض. اكلة مفيدة جدا جدا ومغزية جدا. كمان احنا في شتر يعني اه الجو اللي احنا فيه يعني محتاج الاكلات اللي تدفي زي العدس دوت آآ الكشري. انا عملت معكم قبل كده في الفيديو الكشري. وان شاء الله انتظروني في فيديو جديد هعملولكم برضو المحشي. طبعا يا جماعة كل هنا عارفين المحشي والمحشي برضو بتتعامل بطريقة ما بتعجبنيش. اه انا مش يعني مش مش بعلق ولا حاجة على الناس اللي بتعمل فيديوهات المحشي. بس يعني كلنا عارفين المحشي بتعمل ازاي? مش محتاج ان انا اعمل له فيديو وانزله. اه واعمل فيديو عن بيض المقلي وانزله واعمل فيديو عن الكفتة وانزلها. كل دي اكلات سهلة جدا واي حد ممكن يعملها. الجديد بقى ان احنا نعمل فعلا حاجة جديدة تستهل ان احنا نعمل عليها فيديو او حاجة اه محدش يعرفها والكل يستفاد بيها. فان شاء الله الاكلات المفيدة طبعا احنا قلنا اللي هي اللي بتدختي كمان في الشبتة اللي هي العدس الكشري. المحشي. المحشي انا عملت الكشري وانزيني عملت معكم العدس. وان شاء الله هعمل معكم المحشي. المحشي اعملها لكم بطريقة برضو مختلفة. وان شاء الله تابعوني عشان اقول لكم عليها. آآ وهوريكم ازاي المحشي بيطلع تحفة بجد. آآ حاجة كده يعني جميلة. يعني ان شاء الله برضو هتفرجوا عليه وهيعجبكم. وطبعا رأيكم يهموني. ان شاء الله لما العدس اخلص. هوريكم بقى شكله في الطبق اعمل ازاي. وتابعوني عشان اعرفكم كل جديد مع آآ مطبخ العشاب او آآ طبخات ماما لولو. ان شاء الله تابعوني. طيب تلاتة اتنين واحد. صوتكو. تلاتة اتنين واحد. يلا. وده كده يا جماعة العدل بعد ما خلص خالص. اهو. بس ما شاء الله قطع اللحمة فيه. بقت حاجة جميلة وتكتح النفس. انا عايزة بصراحة اسمع رأيتها. عشان رأيتها يهمني جدا. بيقول لي رأيه ايه في العسل الجديد? نفس الحشكله جميل. ورحته اجمل. دوت العسل اللحمة اللي انا وعدتك بيه ان انا اعملو لك. هو ممكن بدل بتعليف ايه تسغل ماما جدا يعني ممكن نجيب بتاعه ببيرة. ها? ممكن تجيب بتاعه اللي بتعرف. متعلقة في المطبقية يا يوسف. انا حابة ان انا اغرفهم الحلة كده قدام الكاميرا وقرر لكم شكله بعمل ازاي? انا كنت ممكن اغرف الطبعة بطول بس انا عايزة اوليكم القوان بتاعه. طبعا بعد ما استوى. بقت قيل زي ما انتوا شايفين بسو. شكرا يا يوسف. طبعا سراج عمالي عايزة وعلى اخره. فده عشان انا سايبان من بدري. بس خلاص هانيت. طبعا احنا اخر حاجة وصلنا لها ان احنا خطينا اللحمة بالخضار اللي سويناه في كفاية كده? كفاية كده غرف ولا عايزة تاني? لا 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 تمام. تمام? طيب. كنا اخر حاجة حطناها وده في الاخر خالص الملح. ايوه. وتعلى حسب الرغبة. اه بنحط الملح بكمية قليلة عشان الملح الزيادة ما بيبقاش حلو في الات. اهنا حاجة في مع بعض العدس بالفراخ. والمحاشي. والبصل كمان. اه والبصل. اه المحشي بتاع المحاشي اللي هي الانواع الجديدة او الحاجات اللي انا عرفها الجديدة. اه ان شاء الله هصورها معاكم قريب. وتابعوني ودعموني باللايك والاشتراك. وما تنسونيش انكم تبعتولي رأيكم. وان شاء الله اكلة جديدة في حلقة جديدة. خبعوني. مع السلامة.